يعقد وزير الخارجية سامح شكري غدا مباحثة مع وزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي استفان سيجري ويتناول اللقاء الذي يعقد بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأزمة في قطاع غزة تأتي الزيارة إلى مصر ضمن جولة بالمنطقة تستمر حتى سلساء القادم وتشمل أيضا الأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان لبحث الأفاق السياسية لمرحلة مع بعض الحرب في غزة مع اشتعال الأوضاع في منطقة شرق الأوسط على خلفية استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة يبدأ وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيورني جولة شرق أوسطية تستمر حتى ثلثاء المقبل وتتمحور حول الآفاق السياسية لمرحلة ما بعد الحرب في غزة وفق ما أعلنت عنه الخارجية الفرنسية الجولة التي ستكون الأولى للمسؤول الفرنسي في المنطقة ستقوده إلى مصر والأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان وتأتي في إطار التنسيق الوثيق بين فرنسا وشركائها الإقليميين من أجل تنفيذ المبادرات الفرنسية السلام والأمن للجميع التي تهدف إلى إحلال السلام في المنطقة ويسعى سيورني في جولته إلى العمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين وإقناع الأطراف بإعادة فتح الأفق السياسي استنادا إلى مبدأ حل الدولتين وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد الحرب في غزة فإن الموقف الفرنسي ينظر إلى مستقبل غزة على أساس أنه يندرج في إطار دولة فلسطينية موحدة وأكدت الخارجية الفرنسية أن باريس رفضت وترفض على الدوام إقامة مستوطنات في غزة وتهجير الفلسطينيين وتأتي الجولة في خضم مفاوضات من أجل التوصل إلى هدنة جديدة بعدما أتحت الهدنة المؤقتة التي تم التوصل إليها في نهاية نوفمبر الماضي واستمرت أسبوعا أتحت الفراج عن محتجزين من قطاع غزة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية